فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات هذا البرنامج وحديثنا في هذا اليوم حول موضوع من أهم الموضوعات التي تتعلق بحياتنا وبآخرتنا ألا وهو مسألة الصدقة حديث عن الصدقة في هذا اليوم يختلف عن أي حديث يطرق في مثل هذا المجال ذلك أن النفس البشرية ربنا جل وعلا حينما خلق الإنسان جبله على محبة المال ولذلك ربنا جل وعلا بين هذا في القرآن بقوله وتحبون المال حبا جمه قل جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد وهذا أمر لا يحتاج أن يبرهن الإنسان عليه فطبيعة النفس البشرية ميال إلى حب المال ميال إلى حب الأثراء هذا أمر فطري في النفس البشرية وهنا يأتي الإختبار وهنا يأتي الامتحان حينما يأمر الله عز وجل العبد الذي تملك هذا المال وهو من الله عز وجل أن ينفقه في سبيل الله رب العالمي النفقات الواجبة والنفقات المسنونة والتطوعات والمندوبات وغير ذلك من الأعمال الجليلات ولذلك إخواني وأخواتي قبل أن أبدأ بسرد هذه النصوص وبذكر أنواع الصدقة وبذكر بعض الآداب أشير إلى قضية وهي محل اتفاق عند الجميع ما من إنسان لديه أدنى مسكة عقل إلا ويفهم هذه القضية وهي قضية أن هذا المال في واقع الأمر لا يمكن أبدا أن يدوم معك إما أن تتركه أنت وإما أن يتركك هو يتركك بخسارة مثلا بحريق بخسارة بفشل تجارة بشيء من هذا القبيل أو تتركه أنت فتخلفه لمن ورائك تخلفه لمن ورائك هذه الحياة بهذه الصورة تشير إلى أن هذا المال الذي بين أيدينا في واقع الأمر ملكنا له ملك ناقص وليس بملك تام لأن الذي له الملك التام المطلق هو الله رب العالمي وبدليل أنك تترك هذا المال يعني هذه يمكن أصغر صورة تعطينا حقيقة المال وحقيقة التعامل مع هذا المال هنا تأتي القضية أنت جبلت على محبة المال ثم امتحنت في قضية انفاقه في سبيل الله رب العالمين انفاقك لهذا المال إنما هو لك لا عليك بمعنى أنك كلما أنفقت كلما ادخرت كلما أنفقت كلما ادخرت لأن الآن مثلا أغلب الناس الآن هذا واقع أغلب الناس الآن خاصة أصحاب المرتبات والوظائف عندهم ما يسمى بقضية الادخار فتجد هناك يعني تفنن في مسألة الادخار تجد كثير من الناس لديهم يعطون دورات في قضية الادخار ويضعون نساب وشيء من هذا القبيل لماذا يقولك حتى يأتي اليوم الذي قد تحتاج فيه إلى هذا المال فتجد ولله الحمد عندك رصيد جيد من هذا المال ينفعك في أمور الحياة وفيما يواجهك من مصاعف هذه الحياة أنت يا أخي وأنت يا أخي ويا أختي حينما تنفقون الواقع عندكم تدخرون والادخار هذا ليس ليوم أيام الدنيا بل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله أكبر نعم أنت لما تنفق درهم واحد تنفقه أنت تدخره في رصيدك يوم القيامة يوم يتمنى الإنسان حسن واحد حسن واحد فكيف بالصدقة التي يضعفها الله جل وعلا أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والمقصود أن الإنسان الذي فعلا يراجع نفسه الإنسان الذي يتفكر ويتدبر ويتأمل في هذه الحياة وفي من ذهب من أصحاب الأموال وأرباب اليسار كيف أنه خلفوا هذه الأموال وراء ظهورهم فإما أن تكون لهم وإما أن تكون عليهم وهذا الذي أنفقه سيجدونه عند الله عز وجل في يوم أحوج ما يكونون فيه إلى حسنة واحد والمقصود إخواني وأخواتي بأن قضية الإنفاق قضية مهمة ولذلك لما نأتي إلى نصوص القرآن والسنة نجد عجبا نجد عشرات الآيات نجد عشرات الأحاديث كلها تأمر في الإنفاق في سبيل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله والإنفاق وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون آيات كثيرة تحث على الإنفاق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن الأموال التي بين أيديك بين أيدينا جميعا عموما الأموال التي بين أيدينا من حيث الحق الذي فيها على ضربين وقسمين حق واجب وهما يتعلق بالزكاة وحق مندوب وهما يتعلق بخضية الصدقات والإنفاق في سبيل الله سواء الإنفاق الدائم فيما يتعلق بالوقف أو فيما يتعلق بالإنفاق المقطوع الذي هو الصداقات شريعة نجاءت فذمة البخل وذمة الشحة وبيّنت بأن المؤمن ينفق في سبيل الله رب العالمين ولا يبالي وأن من صفات أهل الإيمان أنهم بعيدين كل البعد عن قضية البخل فهم الإيمان الذي طغى على قلوبهم الإيمان المتربع في صدورهم أبدا لا يتفق أبدا مع البخل والشحة فهما ضدان ونقيضان ما يمكن أن نجتمع هذا الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بما عند الله عز وجل من الجزاء لمن أنفق مع هذا البخل والعياذ بالله وهذا التقتير وهذا الإمساك في قضية الأموات جاءت النصوص الشرعية بحث على الإنفاق وبذمة البخل وبذمة الشحة والنصوص في هذا كثير أغلب الناس الآن تجد عندها ما يسمى بقضية تأمين المستقبل وهي حقيقة كلمة جميلة يقول لك والله أنا أأمن مستقبلي كما ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق بقضية الإدخار يقول لك والله أنا أدخر تأمين المستقبل فتجد يقتطع أشياء من راتبه من دخله من مصروفه مثلا يقول لك أنا أؤمن المستقبل أؤمن المستقبل معلوم بأن المستقبل بيد الله عز وجل كل شيء بيد الله الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر فأتمنى حقيقة من كل واحد مننا أنه فعلا أن يكون تأمينه للمستقبل ليس المستقبل الدنيوي بل للحياة الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله جل وعلا هذا التأمين الصحيح للمستقبل الأخروي أما أنت الآن لما تؤمن مثلا تقول الله وأمن للمستقبل تجمع وتتدخر شيء جميل هذا غير مذموم غير مذموم إذا كان عندك إنفاق وكان عندك الحمد لله أداء للزكاة وكذا لكن الواقع أنه مهما بلغت ستنتقل عن هذه الدنيا مهما بلغت ستنتقل عن هذه الدنيا ولذلك التأمين للمستقبل الحقيقي يوم أن تدخر لآخرتك يوم أن تجعل هذه الأعمال تتقدمك عند الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا هو الفعل العاقل الكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت هذا هو الادخار الحقيقي هذه هي النظرة الصحيحة لمن أراد فعلا الفوز والنجاة يوم القيامة في عرصات يوم القيامة حينما يلجم الناس بالعرق بسبب أن الله عز وجل يذن الشمس من رؤوس العباد تجد أصحاب الصدقة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله الله أكبر أصحاب الصدقة طبعا هناك أجناس كثيرة لكن من ضمنهم أصحاب الصدقات أصحاب الإنفاق في سبيل الله رب العالمين يظلهم الله عز وجل حتى أن العرق الذي يلجم الناس هم في أمان بإذن الله سبحانه وتعالى أخواني وأخواتي العجيب أن قضايا الإنفاق الإنسان يتجاذبه عمران والشيطان طبعا يحرص على أن يجعل عقبات في طريق الإنفاق في سبيل الله يعني مثال أنا ذكرت قبل قليل التفكير في قضية المستقبل طبعا المستقبل الناس يقول لك المستقبل الدنيوي فينسي الشيطان كثير من الناس المستقبل الأخروي اللي هي الحياة الأبدية السرمدية فتجد الإنسان غالبا يركز على دنياه وينسى أخرى وهذا لا شك بأنه من توهين الشيطان ومن كيده ومكره ومن تلبيسه على ابن آدم يقول لك المستقبل المستقبل الأوضاع ما تدري فيه غلاء فيه انهيارات اقتصادية أمن لك شيء وكذا هذا شيء جميل أنا ما أتكلم عليه المفترض أن يكون هو المقدم في تفكير الإنسان هو كيف تقدم لآخرتك كيف تبني لك القصور في الجنة كيف تجعل لك مظلة يوم القيامة تستضل بها من حر الشمس يوم أن يحشر الناس جميعا حفاة عراتا غرلا بهمة هذا هو الذي ينبغي أن يكون أول ما تفكر به الأمر الثاني كثير من الناس يعتقد بأن الصدقة يعني سبب من أسباب ذهاب المال وقلة المال وهذا حقيقة نظر الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم هذا نظر الذين في واقع الأمر يعني الذين فعلا أصبحت الدنيا في قلوبهم ولم تكن في أيديه ولذلك هذا نظرهم على الدوامة الاستمراء تجعل دائما يقول يا أخي هذا عند حسابات معينة يقولك إذا مثلا الآن الزكاة طلعنا الزكاة طيب الصدقة سينقص عند المال سينقص عند الرصيد وهذا في واقع الأمر نظر الذين كما ذكرت أهل الدنيا أما أهل الآخرة فلا لا ليس هذا هو نظرهم نظرهم أن هذه الصدقة إنما هم يقدمونها إنما هم يدخرونها وأيضا هي سبب من أسباب النماء والبركة ولذلك الأموال أخواني وأخواتي ليست بالكثرة المال إذا نزعت منه البركة فهو قليل والقليل من المال إذا وجدت فيه البركة فهو كثير وهذا مجرب ومعروف ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالإنفاق كثيرا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وبيّن جل وعلا أن هذا الإنفاق يضاعف قل جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال سبق درهم مئة درهم درهم واحد يسبق مئة درهم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على الصدق وقال لبعض نسائه وأمرها بالصدق وأمرها بأن لا تحصي وأن لا توعي بمعنى أنه لا تقول والله الآن طلعت أنا درهم إذا باقي درهم في حسابات معينة هذا يذهب البركة هذا يذهب البركة ولذلك الإنسان لما ينفق ينفق من دون النظر إلى مثل هذه الأشياء من دون النظر إلى مثل هذه الاعتبارات وأنما ينفق في سبيل الله ويعلم يقينا بأن ما من درهم أنفقه في سبيل الله إلا وسيجده عند الله سبحانه وتعالى وسيعجل الله جل وعلا له البركة في الدنيا قبل أن يتدخر هذا يوم القيامة والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذا الإنفاق هذا الإنفاق هو يزيد في المهن الزيادة قد لا تكون حسية بل قد تكون معنوية وقد تكون حسية ولذلك بعض الناس ويذكر لهذا يقول سبحان الله العظيم ما أنفقت نفقه من دون الالتفات إلى هذه الأشياء إلا وأجد ربنا جل وعلا يفتح لي أبواب رزق من هنا ومن هنا وتأتيني مضاعفة يعني بدل ما أدفع مثلا أدفع ألف يأتيني ألفين يأتيني ثلاثة يأتيني أربعة رزق من الله سبحانه وتعالى زد على ذلك هذه البركة التي يجدها الإنسان في ماله كثير من الناس عنده أموال كثيرة لكن من زوعة البركة ما يجد فيها خير سبحان الله العظيم وبعض الناس عنده مال قليل لكن الله عز وجل بارك له فيه ولذلك لا ينبغي للإنسان أن تكون عنده مثل هذه الحسابات الآن بعض الناس تجد مثلا يقول لك والله خليني الآن لا نحن الآن عندنا والله مثلا ضعف الأرباح عندنا والله مصاريفنا هذا الشهر كثيرة خلينا نأجل الصدقة إلى يوم آخر بهذه الطريقة هو يحرم نفسه في الواقع هو الآن في هذه المرحلة وفي هذه الساعة قاعد يحرم نفسه من الخير بالعكس العاقل المؤمن الذي فعلا عرف قيمة الصدقة في وقت الضيق وفي وقت الشدة وفي وقت اللأواء وفي وقت الغلاء يكثر من الإنفاق لأن هذا الإنفاق سيعود عليه بالخير سيعود عليه براحة البال بشراح الصدر بطمأنينة القلب سيعود عليه بالبركة في الذي عنده سيعود عليه بإذن الله تعالى بيعطيها الله عز وجل رشد يعرف كيف يتصرف في هذه الأموال كثير من الناس ما عنده رشد في التصرف في الأموال الله عز وجل سلبه عقله سلبه تفكيره ولذلك تأتيه الأموال الكثيرة فتذهب ما يستطيع التدبير في هذا الباب ولذلك أخواني يعني في فترة الغلاء في فترة قلة الموارد ينبغي أن نكثر من الصدق هذا هو الحس الإيماني الذي يمتلكه من كانت له هم عالية وكانت روحه سماوية وغاياته أخروية يعرف كيف يتصرف في مثل هذه الأزمات وأيضاً إخواني وأخواتي هذه الصدقة دفع للبلاء وطمأنين للبال وانشراح للصدر ولين في العريكة هذه كلها من أسباب الصدق ربنا جل وعلا حينما أمرنا بالصدقة مع ما في النفس من محبة المال ويذهب الإنسان فينفق هذا الدليل على محبة الله لماذا؟ لأنك أنت الآن قدمت محبوب الله ومراد الله ومطلوب الله على محبوب النفس ومراد النفس النفس تحب المال النفس تتألم لما يخرج المال لكن لما طغى الإيمان على القلب ولما اعتلى الإيمان في شجرة القلب وأنفق الدلالة على أنك تحب الله عز وجل محبة حقيقية ولذلك تجد سبحان الله البركة في عمرك البركة في مالك البركة في أولادك البركة في زوجك البركة حتى ما يتعلق بالأمراض الواقعة أو الأمراض المتوقعة هذه كلها يصرفها الله عز وجل وهذه سنة كونية والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأن أخبر عليه الصلاة والسلام قال داو مرضاكم بالصدقة داو مرضاكم بالصدقة فهذا الدليل على أن الإنسان إذا ابتلي بمرض هو أو أحد أولاده مثلا أحد أولاده فهذا يتصدق هذا دواء لاحظت تعبير الحديث جاء التعبير بما داو من الدواء المريض أعطى دواء كذلك الصدقة هي دواء بإذن الله لهذا الداء وهذا قد يكون للمرض الواقع الموجود لأن مثلا ابتلي رجل بمرض يقال له تصدق لأن هذا دواء أو يكثر الإنسان من الصدقة فيدفع الله عز وجل عنه هذه الابتلاء كأنها جرعة من التطعيم تمنع هذه الابتلاءات التي يتعرض لها الناس الرجل الذي شك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحش في صدره يجد ضيق في صدره قسوة في قلبه ماذا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا قال أطعم المسكين ومسح رأس اليتيم في إشارة إلى ماذا إلى أن الصدق سبب من أسباب شراح الصدر الصدق سبب من أسباب لين القلب الصدق سبب من أسباب طمأنينة وراحة البال الآن كثير من الناس يدفع الملايين علشان يعالج مرض من الأمراض كثير من الناس يدفع الأموال الطائلة لأجل أن يشتري راحة البال يريد أن ينام أحيانا يقول بعض الناس أريد أن أنام مرتاح يشتري بأمواله الأدوية والعلاجات والمسكنات وكذا يريد أن ينام لكن الصدق سبب من أسباب هذا الانشراح أجمل شيء وما أن تضع رأسك على الوسادة وتنام بطمأنين وراحة لأنك خلفت عملا صالحا خاصة فيما يتعلق بالصدقات رفعت ألما عن مريض أو أسهمت برفع الألم عن مريض جعلك الله سببا كسوت عاري أطعمت جائع آويت مسكينا مسحوقا لا بيت له خففت يعني عن مصاب فرجت كربة مكروب من خلال مثلا إسهامك في سداد دين أو في إخراج مسجون مثلا في قضية مالية مثلا بمثل هذه الطريقة يعني حياة جميلة وسعيدة في واقع الأمر أخواني وأخواتي بالمناسبة الصدقة ليست خاصة بالأغنية الصدقة ليست خاصة بالأغنية يفهم كثير من الناس الآن أنه والله الصدقة فقط للأغنية لا تستطيع أنت أيها الفقير أن تتصدق تستطيع أنت أيها الفقير أو المتوسط الحال أن تتصدق ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سبق درهم مئة درهم أو ألف درهم سبق درهم بمعنى أن الإنسان الفقير الذي عنده درهمين مثلا تصدق بدرهم تصدق بكم من ماله بنصف ماله يعني الآن شخص ما عنده درهمين فتصدق بدرهم واحد أصبح الآن تصدق بنصف ماله لكن لو عندنا مثلا شخص مليونير وعنده مليون مثلا وتصدق بخمسمائة ألف إذن تصدق بنصف ماله شوفوا المعادلة كيف الفقير الدرهم واحد هذا يساوي نصف المال صاحب المليون خمسمائة ألف تساوي نصف المال فلذلك إخواني بعض الناس يعتقد بأن الصدقة فقط خاصة بالأغنية لا حتى الفقير تصدق حتى متوسط الحال يتصدق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أي يعني ولو كما جاء في الحال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا شيئا طبعا هذه نكرة نكرة عمومة مثل هذه في هذا السياق تعم ولو أن يواجه أخاه بوجه طلق يعني أقل شيء تصدق على أخيك بوجه طلق بشوش حاول أن تدخل الفرح على أخيك حينما ترى هذا نوع من أنواع الصدق هذا نوع من أنواع الصدق والمقصود إخواني بأن الفقير كذلك يتصدق يعني إذا أغناك الله عزيزي أو أعطاك شيء تصدق فإن هذا سبب من أسباب البركة في العمر والطمأنينة في القلب والراحة وراحة البال وأيضا أنت تدخل اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولذلك يتنبه الناس إلى مثل هذا الأمر لأن بعض الناس يعتقدوا والله خلاص الأغنية فقط يوجد من الفقرة من الحمد لله من يكون عنده كفاية كفاية وتجده يمسك لا غلط يجب أن تعود نفسك على الإنفاق فكما أنك شعرت بهذا الحرمان هناك أناس أيضا يشعرون به فإذا أغناك الله عز وجل فلا تبخلنا بالصدق بارك الله فيك جميل جدا أن الإنسان تصدق يوميا جميل جدا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم إلا وما لكان ينزلان يقولاني اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا الله أكبر شوف لاحظ يوميا ولذلك استحب كثير من أهل العلم استحبوا أن يتصدق الإنسان يوميا صدق الإنسان يوميا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على هذا الأمر حتى أنه إذا صلى الصبح سأل من تصدق منكم اليوم بصدقة من أصبح منكم صائما من عاد مريضا من اتبع جنازة مثلا فمرة من المرأة سأل فقال أو بكر أنا يعني اجتمعت كل في أبي بكر قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في مرئن إلا أدخله الله الجنة الله أكبر ولذلك أخواني طيب أن الإنسان تصدق يوميا يمكن واحد الآن يسألني يقول كيف أتصدق يوميا أنت أدرى بالحال أنت أدرى بالحال أنا أذكر واحد من الفضلة أخبرني بعد كلمة ألقيتها في مثل هذا الأمر قال عندنا في المسجد نحن صندوق لجهة من الجهات الخيرية التي يعني موثوقة ومأمونة ولله الحم يقول يوميا أضع يدي في جيبي كلما صليت الفجر وأضع ما بيدي أو ما أخرجته من جيبي في هذا الصندوق يوميا يقول وهذا فضل الله هذه فكرة جميلة الآن ولله الحم الجمعيات الخيرية هذه مع هذه التقنات سهلت لنا الأمر سهلت لنا الأمر ولذلك تستطيع يوميا أن تنفق من خلال هذا المحمول المحمول الذي بيدك الآن فيه جهات عندهم ما يسمى بدرهم الخير عندهم ما يسمى بدرهم كذا أو بريال كذا أو بالفلس الفلاني أو شيء من هذا القبيل أبد بضغطة زر يذهب من حسابك إلى حساب الخيري هذا أو حساب الإنفاق أو حساب كذا وكذا هذا شيء عظيم هذا شيء عظيم يعني بضغطة زر يأخذ من رصيدك في المحمول إلى هذا الصندوق أيضا ما يتعلق بالحسابات البنكية يعني يوجد ما يسمى بالاقتطاع مثلا اليومي أو الشهري أو الأسبوعي أو شيء من هذا القبيل ممكن تعطي أمر وتنفق أنا فقط أضرب لكم إخواني وأخواتي أمثلة ونماذج عملية من خلال حتى لا يقول للواحد والله كيف أنفق يوميا كيف أتصدق يوميا لا ممكن ممكن أنت في ذهابك وإياك لا بد أن تمر على فقير لا بد أن تمر على مسكين لا بد أن تمر على كذا لا بد أن تسمع مثلا ولذلك هذا كله يسهل لك موضوع الإنفاق في سبيل الله رب العالمين وهو يكون يوميا طبعا أخواني وأخواتي يعني مثل ما ذكرت أنا قبل قليل يعني بعض الناس يظن بأن الصدقة فقط يعني في أنك تعطي المال تدفع المال صحيح هذه الصدقة هذا هو الأصل لكن عندي مجموعة من الصدقات لا يلتفت إليها الناس أولا فيما يتعلق بإطعام الطعام الآن نحن نقول الصدقة دفع الأموال مثلا هذه صدق هذه صدق لكن من الصدقات إطعام الطعام إطعام الطعام هذا شيء عظيم ولذلك نجد نصوص القرآن والسنة مليئة بقضية إطعام الطعام حتى عندنا في الكفارات إطعام الطعام إطعام الطعام ويطعمون الطعام كثير الآن الكفارات أغلبها فيها إطعام إطعام مثلا إطعام ستة مساكين إطعام مثلا ستين مسكينا إطعام مثلا كذا مسكين إطعام عشرة مساكين في كفارة مثلا ولذلك إطعام الطعام مهم وأجمل شيء يوم أن أهل البيت هم اللي يصنعون الطعام يذهبون به إلى الفقر أو المساكين خاصة مثلا يوجد عمالة العامل في الغالب ما عنده الوقت اللي يطبخ وينفخ وكذا لو وجد الطعام جاهز نعم من نعم الله ومن صور الإطعام يا إخواني واللي تسهل على كثير من الناس المطاعم الآن المطاعم هذه الموجودة ممكن أنك ترى فقير أو مسكين وتأخذه إلى المطعم وتقول له أعمل له غدا أو سوي له وجبة غدا أو نفر مثلا أو شيء من هذا القبيل هذا إطعام يعني كثير من عندنا من الأشياء تغيب عنها في الواقع لكن موجودة عملية موجودة يعني بعض الناس الآن يقول مثلا كيف وين أطعم وين كذا يعني تجينا أسئلة أحيانا بعض الناس للأسف وهذه كلمة والله عجيبة يقول ما في فقرة وهذا كلام غير صحيح هذا كلام يخالف سنة الله الكونية القدرية أن الله خلق الغني والفقير وخلق الأغني والفقرة ما يمكن ولذلك شرع الزكاة ما يمكن أن حتى ولو كان البلد من أغنى بلدان العالم يوجد فيه فقرة لابد لابد أن يوجد فيه فقرة لأن سنة الله الكونية فالمقصود أحيانا ويعجبني حقيقة بعض الناس الآن يتفق مع صاحب مطعم مأمون يعني مأمون الجانب يقول مثلا يوميا أبغاك تطعم لي اثنين أو ثلاثة أو أربعة مثلا يأتونك مثلا أو تعرفهم أطعمهم يوميا ويعطيهم مبلغ مقدم أو يحاسب في آخر الشهر مثلا هذا من إطعام الطعام هذه نعمة من نعم الله يمكن الناس الآن في وقتنا يقول والله الآن نحن يعني أصحاب وظائف ويعني مشغولين وكذا والزوجة قد تكون موظفة وكيف يعني نطعم لا ممكن الآن المطعم قد تقوم بهذا الدور بأموالك كأنك أنت الآن صنعت الطعام فهذه أنا أذكر حقيقة أثير يعني وسائل كيفية الإطعام بارك الله في الجميع أمر آخر إخواني وأخواتي من الصدقات العظيمة القرض الحسن أنك تقرض إنسان قرضا حسنا هذه نعمة من نعم الله عز وجل بمعنى أنك تقرضه ويرد هذا المبلغ ولذلك ربنا جل وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون بعض العلماء قالوا القرض الحسن الصدق هنا وبعض العلماء قالوا أن تقرض القرض الحسن لشخص يرده إليك وفي الحديث من أقرض شخصا مرتين كانت له صدقة يعني مثلا أفترض الآن أنت يعني الشخص قال لك أقرضني ألف درهم ألف ريال مثلا أعطيت ألف ريال بعد شهر ردها لك فقال ممكن تقرضني ألف ريال مرة ثانية وأقرضت ألف ريال وردها لك أنت صدقت بألف ريال أنت الآن تصدقت بألف ريال ولذلك هذه الرسالة لإخواني اللي دائما الآن بعض الناس صحيح يوجد الأسف بعض الناس اللي ما يخافون الله عز وجل اللي يحسن إليهم أهل الإحسان ومع ذلك يماطلون يناكفونهم وربما والعذب له جحدوا لكن هؤلاء لا يمثلون الغالبية وهؤلاء مجرد نشاز وهؤلاء مجرد حقيقة حالات استثنائية لا تمثل غالبية الناس الفقراء فالغالب أن الفقير الحمد لله أمين ويرجع المال طيب تخيل بربك لو شخص قال لك بل أبغى قرض عشرة آلاف عطيت عشرة آلاف ورده لك بعد فترة ثم طلب منك عشرة آلاف مرة ثانية وعطيت عشرة آلاف ورده أنت الآن كأنك تصدقت بعشرة آلاف سجلت في صحيفة حسناتك أنك تصدقت بعشرة آلاف والعشرة آلاف عندك لكن لما أقردتها مرتين كان كمن تصدق بهذا المبلغ كأنك تصدقت بهذا المبلغ ولذلك احرصوا يا أخواني بارك الله فيكم على القرض القرض الحسن الناس وللأسف كثير من الناس يلجأون إلى الحرام الربا وأشياء ثانية بسبب أنه ما أحد يقرضهم الآن القرض إما أن تكون بفوائد القرض إما أن تكون بعمليات مثلا تجارية معينة يصير فيها أقصات شهرية وكذا لكن أين أهل الإحسان فأقرضوا والله عز وجل يبارك لكم فيما أعطاكم وتسجل لكم حسنات يعني تخيل الآن لو أن شخص من الأغنية أقرض شخص مئة ألف ثم أقرضه مرة ثانية كأنه تصدق بمئة ألف كأنه تصدق بمئة ألف فالله جل له ماذا يقول قل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل سبع سنابل يعني الآن كأنك إذا قلنا مئة ألف سبعمائة ألف في كل سنبولة مئة حبة مئة في سبعمائة ألف عندكم الحساب والله يضاعف لمن يشاء في كل سنبولة مئة حبة مئة حبة والله يضاعف مئة في سبعمائة ألف احسبها هذا فقط اللي اعطاك يعني جاء النص بيانه والله تعالى ماذا قال في آخر الآيق والله واسع عليم واسع عليم إذا كانت النية صالحة والطوية ناصحة فالله عز وجل يضاعف لك هذا الضعف العظيم من الصدقات يا إخواني و أخواتي انظار المعسرين و هذا والله صدق ما معنى انظار المعسرين شخص الآن نحن مثل قضية القرض أقردته ثم حان الأجل و قالك والله ما عندي شيء لما تصبر عليه هذا صدق له يعني زيادة على القرض أنت الآن زدت في الصدق و في الخير أكثر من إقراضك له و لذلك ربنا جل وعلا قال و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فنظرة إلى ميسرة فإنظار المعسر واجب و إنظار المعسر و العفو عن المعسر أعظم من إنظاره سبحان الله هذه مسألة يذكرها العلماء يقولون مثلا الواجب و السنة أحيانا يقولون قد تكون يكون المستحب أفضل من الواجب و يضربون لي هذا المثال كيف؟ قالوا إنظار المعسر واجب و الصدق عليه مستحبة فأنت الآن لما تصدقت عليه قلت أنا سامحتك في هذا القرض عفوت عنك في هذا المال و هذا التبرع منك و تركت الواجب و هو الإنظار صار أفضل عند الله عز وجل أفضل عندك عند الله عز وجل من أنك تبقى منظرا لهم مع فضيلة الإنظار و أنه نوع من أنواع الصدقات كذلك أخواني و أخواتي قضاء الديون عن الناس كثير من الناس عندهم مشاكل عندهم يعني مشاكل مالية عندها ما أخذ قرض لبناء بيت قرض لشراء سيارة قرض مثلا لرسوم دراسة شيء من هذا القبيل و يتورط ما عنده سداد ما عنده سداد فمهم جدا أنك أن تبحث و تتلمس هؤلاء الناس و تحاول أن تسدد عنهم هذه الديون التي تحملوها الآن بعض الناس عنده حتى في في ما يتعلق برسوم الخدمات رسوم الخدمات بعض الناس الآن عنده مشكلة مثلا في قضايا رسوم الأولاد في المدارس ما عنده قدرة ما عنده قدرة أنه يدفع رسوم المدارس أنا أعرف أناس يعني أولادهم الآن منعوهم من الدراسة يقول ما عندي قدرة ما عندي الدخل اللي عندي ما يكفيني طعام و شراب وأمور استهلاكية أخرى فجلس أولاده في البيت مثل هذا لما تتلمس أحواله و تسأل عنه هذا من أعظم الصداقات بعض الناس الآن يقول لك الأمور الاستهلاكية مثل الكهرباء التكيف أو الموية أو شيء من هذا القبيل هذه مثقلة و مجهدة له يعني مجهدة و ثقيلة عليه من حيث قضية النفقة هذا ممكن تسدد عنه بارك الله فيك و الأمور الحياتية الأخرى خاصة فيما يتعلق بالضروريات و الحاجيات بعيدا عن الكماليات و التحسينيات هذا أيضا نوع من أنواع الصدقة بارك الله فيكم أيضا الصدقة عن الأموات و هذه مهمة جدا و هي من أهم المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس أنك تتصدق عن أمواتك عن والديك أخوانك أجدادك أقاربك مثلا هذه مهمة جدا عموما أخواني و أخواتي طرق الخير كثيرة لا يعني تضبطها أقلام الكتاب و لا تدخل تحت الحساب ما يمكن نحصيها و نحن في آخر البرنامج لكن أنا نبهت على أهمها يعني على أهمها بعض الناس يقولك طيب يا أخي كيف يعتقد فقط الصدقة أنك تأتي و تقول خذ يا فلان هذا المال لا إقراضك أحيانا إذا ما كان عندك شيء ترد السائل بكلمة طيبة و الله صدق يعني بعض الناس ما عنده شيء يقولك و الله أعطني فأنت تقول و الله عذرني اسمح لي أنا ما عندي شيء أو أنا عندي التزامات ما أقدر هذه صدق بدل ما تطرده أو تعبس في وجهه مثلا أو مثلا ترمي عليه كلمة غليظة أو قاسية هذا غير جيد طبعا هناك بعض الأمور يعني أنا ذكرت جيد أنك تنفق كل يوم احرص بارك الله فيك على أن تبدأ بمن تعود نفقتك على زوجتك و على أولادك و على والديك و على إخوانك و أقاربك هذه من أفضل الأمور كلما كانت الصدقة بمحيطك فإن أفضل لأننا نفسنا قال و أبدأ بمن تعول و أبدأ بمن تعول و لا بد أن تعلم بأن أحيانا ما يتعلق بقضية الأقارب كلما تلمست أحوالهم و سألت عنهم و ساعدتهم و فعلا عشت حياتهم و عرفت أحوالهم هذا يدل على أول شيء الإيمان في قلبك و الشيء الآخر يدل على أنك فعلا أنت استجبت لله و لرسول الله عليه الصلاة و السلام لا خير في رجل لا خير في رجل أغناه الله عز وجل و لديه أقارب فقراء و محتاجين لا خير فيه أبدا و لا خير في مجتمع لا يلتفت إلى فقير أو إلى مسكين النبي عليه الصلاة و السلام حينما بعث في الناس جعل عرق الإحساس ينبض بالحياة تجاه الناس تجاه الناس لا يحل لمسلم أن يبيت شبعان و جاره جائع ما يمكن هذه الوشيجة العظيمة التي أحياها الله عز وجل على يدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم و لذلك مجتمع يوجد فيه فقراء و مساكين و مسحوقين لا خير فيه أما المجتمع الذي فعلا يتعاهد الفقراء و المساكين هذا مجتمع مجتمع نظيف و طاهر كذلك رجل عنده أرحام أرحام يوجد من أحد أقاربه أو أرحامه رجل محتاج أو مثلا مقترض ولا يستطيع السداد و هو قد أغناه الله لا خير فيه أبدا لا خير فيه و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال و ابدأ بمن تعول و كان يقول ده و اجعلها في الأقربين فيتنبه الإنسان لها في مسألة مهمة جدا و هي قضية ذبح التسويف بسكين العزم ما معنى هذا الكلام أغلب الناس الآن يقول لك ان شاء الله و عندي نية ان شاء الله أبني و عندي نية أتصدق و عندي كذا كل هذا التسويف هذا ما يصلح هذا ما يصلح ما تدري متى متى يفجأك الموت ما تدري لعل أكفانك بالغيب تنسج ما تدري متى يختطفك هذم اللذات ثم تتندم و تتأسف و لا تساعة مندم ما يمكن الرجوع رب ارجعوا لعلي أعمل في لعلي أعمل صالحا فيما تركت الجواب كلا ما في رجوع خلاص ما في رجوع و لذلك ربنا جل الله على قال في كتاب العزيز و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين في أصرا أنت مستخلف على هذا المال مستخلف على هذا المال و الآية الأخرى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ها تأتي القضية يقول رب ارجعون لعلي أنفق ربي أعدني ربي كذا انتهى مدام أنك قبضت الروح انتهت قضية العمل الآن بقي الجزاء و لذلك إلى الأسف أغلب الناس الآن حديثه دائما إن شاء الله لما يسمع منادي الصدقة منادي باب من أبواب الخير إن شاء الله و عند رغبة و بإذن الله و كذا و يذهب الوقت و لا ينفق و الشيطان طبعا حريص على أن يصعب هذا الأمر على الإنسان و لذلك الإنسان ينبغي له أن يعجل في الصدقة يبادر و يعجل متى ما اندعي لا يتأخر لا يقول بكرة و لا لبعده أو و الله على آخر الشهر طيب مدام عندك مال ليش آخر الشهر إلا و الله إذا ما كان عندك شيء هذا شيء آخر لكن عندك المال بين يديك و تقول لي آخر الشهر لا عجل في الصدقة و عجل في البذل و عجل في العطاء فهو خير لك طبعا الصدقة لا بد أن تكون بطيب نفس لا بد أن تكون بطيب نفس لما تدفع تدفعها بمحبة لله و برغبة في الخير و بانشراح صدر و تعلم بأن الله عز وجل يحصيها لك و لن و لن تذهب أيضا الإنسان ينبغي له أن يدفع من جيد المال و لا يدفع من الرديء الله عز وجل نهانا أن نتصدق بالرديء من المال قالوا و لا تيمم الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه الخبيث طبعا هنا مقصود فيه الرديء الرديء فما يليق بالمؤمن أن يشوف أردى ما عنده من أموال و يتصدق فيها هذا هذا لا يهليق الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كذلك يتجنب الإنسان مسألة مبطلات الصدقة مثل الرياء الرياء أن يتصدق الإنسان و يريد السمعة و يريد أن الناس يتحدثون عنه هو قصد هذا الشيء و أيضا يتجنب المن ما معنى المن المن هو من أقبح الذنوب أقبح الذنوب و هو تعيير الفقير يعني مثلا أنا أعطيتك مثلا أو أنا اللي كذا و أنا اللي دفعت لك و أنا اللي طلعتك و أنا هذا المعنى المن يمن الإنسان و لذلك استحق المنان أن لا يدخل الجنة و إنما من أهل النار فالنبي عليه الصلاة و السلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظروا إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم ذكر المنان و العياد بالله المنان يعطي العطاء فيمن فيه يعني بعضهم للأسف يعطي و يقول لا أرده لي هذا العياد بالله قبيح ما يليق شبه أنه سلم هذا الجنس كرمكم الله بالكلب يقي ثم يأكل قيئة و بعض الناس لا مثل ما يقول العامة يجعلها منه حتى العرب قديما يقول حملوا الجبال ولا منن الرجال قبولوا ما يهدى إليك سنة و التركوا أو لا إن خشيت المنة المنة ثقيلة و المنة خنجر في قلب الفقير و في قلب المسكين ما يرضاها أحد ولذلك للأسف بعض الناس عنده حتى مع الأقارب تجد بعض الناس و يقول طيب أنا اللي درستك يقول لأحد أخواني أنا اللي درستك و أنا اللي علمتك و أنا دفعت لك كذا و دفعت لك في الزواج و دفعت لك في السيارة و دفعت لك هذا كله من هذا قبيح ما يليق به المؤمن أخواني و أخواتي الحديث والله ذو شجون حاولت قدر المستطاع أنني أنزل تبسيط لهذه المسألة و محاولة ذكر نماذج عملية و واقعية في قضية الصدقة و فتح أبواب و نوافذ لمثل هذا الأمر الذي نحن بأمس الحاجة إليه و هو لنا لا علينا النفق لنا عليه يحفظ الله عز وجل بها يحفظك الله عز وجل بهذه الصدقة يحفظ لك الأسرة يحفظ لك الأهل يحفظ الله عز وجل البلاد الله عز وجل يدفع عن البلاد المنفقة و المتصدقة يدفع عنها بلاء ما لا نعلم و لذلك احرصوا على هذا الباب العظيم قدر المستطاع كونوا من المنفقين فإنما تقدمونه اليوم تجدونه عند الله سبحانه و تعالى أوفر ما كان أسأل الله تعالى أن يبارك لي و لكم في أعمارنا و أعمالنا و أموالنا أسأل الله تعالى أن يجعلنا و إياكم من المقبولين إنه خير مسؤول ألتقيكم غدا بحول الله و قوته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين إذا فاتتك هذه الحلقة بإمكانك متابعتها في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر